هذا هو الفيلم اللي مفيش اي حد بيركن فيه عربيته كل الناس تسيب العربية في وسط الشارع وينزلوا يعني انا دلوقتي من هنا ورايح بعد ما الفيلم دوت وعاني للتجربة الانسانية دي لما لاقي واحد واقف في البطيق بتاع الشارع وقفل عليها السكة لا هزمر له ولا هعمله لا يكون عنده حالة مشاعر فياضة ولا حالة احاسيس منكسرة لا يكونوا بيصوروا مشهد دلوقتي في الموضوع حيحصل لي يا جماعة لو استنين شوية بدي قدم يركن العربية على جنبه وبعدين ينزلوا يتكلموا مع بعض فيلم الهوى سلطان من الانتاجات المصرية اللي وحشتنا كتير قوي 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 وهو عموما اليومين دول الدنيا بتارت تندع اخيرا وبتارت تطلع افلام وبتارت تظهر تريلرز لافلام وبتارت نشوف بوسترات لافلام حالة كده جميلة افتقدتها بعد الفترة الطويلة اللي مش فاكر امتى كان اخر فيلم مصري دخلنا السينما وبتارت نتكلم عنه لمجرد ان هو اتعرض وناس بتارت تتفرج عليه والبوسترات كانت شحة والتريلرز مفيش كنا في بيت اشباح سينمائي مصري بس المهم يعني مش عاوزين نتكلم فوق مرسل بايا احنا دلوقتي فيه مناسبة ايه جبايا ان فيه فيلم اتعرض والناس دخلته وبتتكلم فيه ومهتمة به وخلق حوار جميل جدا جدا وهو فيلم عاطفي ممكن مجازا بالتصنيف الغربي يتقال عليه رومانتك كوميدي الحدوطة بتاعته بتحكي عن شخصية سارة وشخصية علي اللي هما اصدقاء من الطفولة واخدين على بعض بشكل كبير جدا وبيرتاحوا جدا 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 في صحبت بعض ولكن علي عنده تطلعات عاوز يتحرك في حياته للامام عاوز يدخل في علاقات عاوز يرتبط بحده وعاوز حتى يغير نمط حياته عاوز يروح جيم عاوز يتعلم جتار عاوز يتعلم لغة عاوز امور زي دي بينما صار على الجانب الاخر مكتفية تماما برتابة حياتها وصعيدة بيها جدا وبعد فترة طويلة من اطلاعنا على طبيعة علاقتهم ببعض خلال الاحداث بيحصل تضارب في النقطة دي الواحد عاوز يتحرك لقدام وواحد عايز تفضل زي ما هي فبيبتدوا يتعبوا عن بعض شوية وبيبتدوا ياخدوا مغامرات في العلاقات وفي الجانب العاطفي اللي كان مفقود في حياتهم عشان نشوف ان المغناطيس اللي كان بينفر ما بينهم وبين بعض ممكن في الاخر يتقلب ويجمع بينهم وبين بعض مرة اخرى وبعد ما حكيت الفيلم كله تقريبا برضو حقول في الاخر يا ترى ايه اللي حيحصل يعني هو الفيلم بقى له شوية واتصور ان الناس اتكلمت عنه كتير فالحتة بتاعت الصداقة اللي بتقلب لحب والامور اللي زي دي اتصور انها معروفة بشكلها اوباخر ولكن برضو يعني الفيلم مش فيلم حبك يعني انت مش بتتفرج عليها لشان تعرف في الاخر اذا كانوا ممكن علاقة الصداقة تتطور لحب ولا لا ماهي لو مش هتتطور لشيء عاطفي بقى انت داخل تتفرج على ايه يجنين بيلعبوا مع بعض بلاي ستيشن يعني المهم رسيت على ايه في الاخر المغامرة الاجتماعية العاطفية الغرامية دي هو دوت اللي مش هحرقه لكم او لو عاوزين احرقه لكم ممكن احرقه لكم المهم الفيلم بتاعنا فيلم في اقصى درجات اللطف فيلم زريف جدا ورقيق الى حد كبير ومختلف في كل ابعاده تقريبا عن النمط الطبيعي اللي ممكن نتوقعه من قصة اجتماعية غرامية رومانسية فيها الجانب الكوميدي اللي بنتكلم عليه والغرابة داية اتصور نهاية موجودة من الاسلوب بتاعة مؤلفة ومخرجة العمل هي بايوسري اللي الناس كتير اتكلمت عن المسلسل بتاعها اللي هو السابع جار واللي اتصور كان فيه معكاست للاسلوب ده سانع نفسي ما شفتش المسلسل فما قدرش حكم على النقطة دي ولكن طبيعة الشخصيات تصميم الشخصيات طريقة كلامهم مع بعض المفرادات اللي بيستخدموها مع بعض التجارب الاجتماعية اللي هما بيمروا بيها واحنا بنتكلم على فيلم خارجي بكفاءة يعني مش خارجي لدرجة ان هو في الشارع هو فيه جزء كبير من الاحداث بتاعته في الشارع ولكن متنوع اللوكيشنز بشكل كبير قوي مش في اماكن محدودة اتنين اصدقاء بيخرجوا كتير وعايزين يروحوا اماكن كتيرة ساعات بيسافروا ساعات بيروحوا مولز بيخشوا محلات بيخشوا مطاعم بيقعدوا على كفاهات بيروحوا بيوت بعض وامور زي دي فالدنيا فيها لوكيشنز كتيرة جدا بتحسسك بانتعاش مستمر وبقرب اكتر لابعاد العلاقة دايات من الشكل الواقع اللي احنا ممكن نتوقعه او ممكن نكون شوفناه في حياتنا او في حياة الناس اللي موجودة حوالينا ودي اكتر حاجة عجبتني في الفيلم ان انا حاسس ان انا بتفرج على منتج منعش التاريخ بتاع الشخصيات ليه احترام كبير جدا وما بيتقدمش بشكل رخيص في اي مرحلة من المراحل مش عارف اذا كنتو بتشاركوني الناس اللي شافوا الفيلم التجربة ديت ولا لأ بس انا قعدت فترة معقولة في احداث الفيلم في بدايتها انا مش فاهم هما اعلاقتهم ببعض بالزر هي دي شلة ودول صحاب ولا دول اخوات ولا دول قرائب ولا دول مرتبطين ببعض عاطفيا بس العلاقة بتاعتهم واخد شكل مختلف وفي مراحل لاحقة داخل الاحداث بنفهم ابعاد العلاقة دي بشكل كويس من خلال حوارات شخصيات مع بعض مش مقحمة يعني طبيعي جدا ان في النقطة دي الشخص ده حيسأل هو انتو تعرفوا بعض من امتى هو انتو تقربوا البعض ولا لا فبقت المقدمات بتاعت الاحباب اللي في الطبيعي بتتقدم في البداية خالص من خلال حوارات مقحمة وغير مناسبة اللي احنا بنتفرج عليه المرة دي بتتقدم بشكل طبيعي جدا وارجانيك جدا جوا الاحداث اللي احنا بنتفرج عليه الجانب الاخر الجذاب جدا في الفيلم التصميم بتاع الدكورات بتاعت الاماكن اللي احنا كنا موجودين فيها تصميم ملابس الشخصيات والتنوع بتاعها الاهتمام الكبير قوي بالمظهر بتاع الشخصيات وتغيرها من خلال المرحل بتاعت الاحداث ومن خلال التجرب اللي هما بيموروا بيها يعني ده فيلم ماينفعش ييجي فيه ممثل يشتغل بمينمال ميكاپ ويقوم يصور المشاهد بتاعته وخلاص فيه اعتبارات كتير قوي بتكلم المشاهد موجودة عند كل الشخصيات في كل المراحل بتاعت الاحداث وطبعا الشعور بالونس والحميمية اللي احنا حاسين به واحنا بنتفرج على منا الشلبيت واحمد داود مع بعض بدرجة تناغم رائعة ما بينهم هما الاتنين على الشاشة وبالأخص في النص الاول من الفيلم ودرجة ألفة ما بيننا وما بينهم اللي هو حاسس ان احنا عادين مع قريبنا حاسس ان احنا عادين مع صحابنا وهما قصدين ينقلوا ده ونجحوا فيه بشكل كبير قوي ابعاد التصميم بتاعت الفيلم اللي كنت اقصد عليها بتمتدل اكتر من الدكورات واكتر من البلابس واكتر من المكياج اختيارات الموبايلات اختيارات العربيات اختيارات الاكل الشرب الاماكن اللي بيزوروها بطريقة الترتيب بتاعتها والفيلم على مستوى التصوير فيه عدد من الكادرات علمت معي يعني ما بتحسش انها مفروضة عليك كمشاهد علشان تحس بابداع معين موجود عند مدير التصوير او موجود عند المخرج بس بتحس ان فيه كادرات معينة بتكلمك بتقول اكتر بكتير من مجرد اللي انت شايفه قدامك على الشاشة الشخصيات المساندة في الصف التاني عندنا سوسن بدر ايما بدور والدة احمد داود مشاهدها مش كتير بس عندها تسلسل تودت فيه بكثافة كانت رائعة فوق الوصف يعني وبعد كده الصف التالي اللي بيخش معنا في مرحلة لاحقة جدا في الاحداث وده شيء شجع جدا على مستوى تقديم الشخصيات احمد خالد صالح وجهان الشماشارجي ممكن نقول عمر الحريري وظهرة العلة من فيلم الوسادة الخالية الى حد ما ولكن مش منقشين مش منقولين مش copy paste الموضوع فيه درجة معقولة جدا من الابتكار الجو العام بتاع الاحداث بتاعتنا حاسس انه كان اخف شوية في النص الاول من الاحداث في النص التاني ابتدت الاحمال النفسية والاحمال العاطفية اللي موجودة عند الشخصيتين تلقي بضلالها على كتير من المواقف اللي احنا جواها وكل شوية كنا بنحاول نفتكر ان احنا نعيد حق بعض الحوارات اللي ما بينهم من المدرسة القديمة بتاعت الصداقة اللي واخدين على بعض ومرتحين على بعض بزيادة ولكن للسبب ما في النص التاني من الاحداث بتدت احس بشوية cringe في مشهد او مشهدين والمشهد او مشهدين دول للمفاجأة موجودين في التريلر وبرضو للمفاجأة انا cringeت منهم في التريلر فدي حاجة ما كنتش مريحة قوي بالنسبالي ولكن التقلبات بتاعت العلاقات نضجة جدا 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 ومن الحاجات اللي انت تتفرج عليها الكحول اللي موجودة في الفيلم مش لان انا بقى امبوز او بفرض نفسي على المجتمع اللي هم عايشين جواهم اللي هم موجودين في مجتمع بيقبل ده انا طبعا ما عاجيش ايه مشكلة على الاطلاق مش شغليتي يعني انا بتكلم على حدوطة بنتفرج عليها والموضوع ده كان بيتم تقديمه علشان يكون اداة شرح الغربة بتاعة العالم اللي شخصية علي بتحاول تقترب منها وده كان شيء فعلا موفق جدا في رأي الشخصة ولكن بعد كده بقى استهلاكه اكتر من اللازم شويتين يعني من الواضح مش عارف انا فهمت ده صح ولا غلط ان شخصية علي جوا الاحداث مدخنة ومع ذلك ما بنشوفوش ولا مرة ماسك سجارة بينما المحتوى بتاع الكحول زايد اوي جوا الاحداث ووصل لمشهد او مشهدين وانا بتفرج مش حاسس هو اضاف ايه للي بتفرج عليه ده ده انه خلص يعني حتى استخدامه كأداة في الاطار اللي انا كنت بشرحه ده ما بقتش مفيدة اوي حاجة تانية حسستني بدرجة كبيرة من عدم الارتياح وهو ان هذا هو الفيلم اللي مفيش اي حد بيركن فيه عربيته كل الناس تسيب العربية في وسط الشارع وينزله يعني انا دلوقتي من هنا ورايح بعد ما الفيلم ده اتوعاني للتجربة الانسانية دي لما لاقي واحد واقف في البطيق بتاع الشارع وقفل عليها السكة لا هزمرله ولا هعمله لا يكون عنده حالة مشاعر فياضة ولا حالة احاسيس منكسرة لا يكونوا بيصوروا مشهد دلوقتي في الموضوع ممكن تكون جزء يعني اللي هو عدم ركن العربيات في الفيلم بيرمز لعدم استقرار الشخصيات في خانات عاطفية معينة لذلك فالبدم الشخصية ما ركنتش بقى هي لسه تائهة في الحياة قد يكون ده حقيق التجربة السماعية بتاعة الفيلم مفاقة جدا وهو ايام بشكل كبير قوي على فكرة الساونتراك بتقلق كبير جدا واستتنائل بهاء سلطان وعدد كبير من الرفرنسز بتاعة البوب كالتشر المصرية وده شيء انا قدرته جدا واحترمته وكنت بتريت اتساءل بينيو بالنفسي هو الفيلم ده اتنفقوش موسيقى تصورية ولا ايه مجمع بس لا الموسيقى التصورية حضرة ولكن زي ما تكون ضيف خفيف كده قاعد وراء كده مبتسم ودام وخفيف على القلب بتفرض نفسها قوي في النهاية في التسلسل بتاع النهاية على مستوى الاداءات المفضلة بالنسبالي قد يكون المفضل عندي وانمر واحد هو احمد داود لان زي ما بنقول هو بيمر بتجربة فريدة شوية فكرة البني ادم اللي عاوز يخرج من الصندوق بتاعه ويخش عالم مش بتاعه قوي لما بيخشه بيشعر بقدر من الغربة جسده بدرجة رائعة من الاتقان كنت حاسس ان انا ابتديت اتعيدي من ماهر وبقى عدو المرأة رقم 2 على مستوى العالم لاني ما كانش عجبني كل ابعاد اداء من نشلبي اقترابا من المرحلة الاخيرة من الفيلم والله كنت عاد بلطم عاد بقول حطلع في الريفيو ويقول ايه للناس اقول لهم برضو ما عجبتنيش هيقولك انت عندك مشكلة مع الستات وعندك مشكلة مع البتاعة ولكن جالي توق الانقاذ في الفصل الاخير من الفيلم لانه هو فصل من نشلبي دي كفاءة متنائية طلب وخصوصا مع ظهور شخصية اتكلمنا عنها كتير قوي طوال احداث الفيلم بس ما ظهرتش غير في مرحلة متأخرة من الفيلم وقضنا هو ومن شلبي لاجمل مشهر في الفيلم على الاطلاق واكتر مشهر انا تواصلت معاه فالحمد لله يعني اداءها قد يكون من الافضل لها عموما في الفترة الاخيرة واعتقد ان الفيلم ده اتختيار موافق قوي لها وانا كان عندي تحفظ عليها اصلا في الاختيارات بتاعتها في الفترة الاخيرة انا مش عارف اخر دور حلو حقيقي لمن شلبي انا قطنعت بي بالكامل وعصت اتفرج عليه بالكامل ممكن يكون كانتراب المسو الأصليين لان بعد كده المسلسل بتاع ميرفت امين ده انا ما عجبنيش خالصه ما كملتوش بطلوع الروح كان مسلسل يعني بولارايزنج قوي عشان كده برضو يعني خشيت انه هو يكون عنده اولويات غير فنية في الطرح بتاعه فعشان كده ما عصتش اتفرج عليه الانسو والنمس ما كانش خطوة كويسة لها وكان خطوة كويسة لهني دي رجع بعد كده تراجع تاني بعد ما كان اتحرك حاجة لقدام ولكن بالنسبة لها طبعا ما كانتش خطوة مفيدة على الاطلاق فقادي دور يخلينا نفتكر ليه نقطة من النقاط كنا بنقول على مينة شلبي واحدة من اهم الممثلة اللي موجودة دلوقتي وقد تكون من الاكثر موهبة في تاريخ السينما المصرية فالفيلم ده بيفكرنا جدا بالنقطة دي احمد خالد صالح حيل جهان الشماشرجي عامل دور حيل جدا كويس جدا وانا بمصدت بالفيلم بشكل كبير قوي واستمتعت بوقتي بشكل كبير قوي 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 وتقييمي للفيلم مع الوضع في الاعتبار حالة الكرنجة اللي فجأتني وبغتتني انا شخصيا في النص التاني من الفيلم وزي ما بنقول استهلاك بعض المواد اللي حسس ان هو خرج عن السيطرة شوية برضو في النص التاني من الفيلم انا تقييم الفيلم هو 8.5 من 10 وانصح الناس كلها تتفرج عليه انا انبسطت بيه جدا وانا بتفرج عليه بجد يعني حسيت اني استمتعت بوقتي وما حسيتش ان انا ضيعت فلوسي حسيت ان انا كنت خايف شوية من تصنيفه لان انا فكرة ان احنا هنتكلم على حاجة اجتماعية رومانسية اه عارف كويس قوي ان انا بستمتع بالحاجات دي بس عادة بطلع بعشرين في المية تراتين في المية ملل او عشرين في المية تراتين في المية ان كل حاجة في الدنيا لازم تستقر في الخنات بتاعتها بالعافية فيلم ده ما عملش كده وقدم تجربة مختلفة متيرة جدا للفضول وانا بتفرج عليها لذلك انا برشح الفيلم بكل ثقة وبكل تأكيد شفت الهوى السلطان لأ حلم